السلام عليكم ورحمة الله بركاته ازايكم يا حباب ازايكم يا اجمل متابعين الفيديو النهاردة جديد اول مرة اعملوا حاجة زي كده في القناة عندي واول مرة اروح المكان ده من سنين كتير اولا زي ما انتم شايفين كده بسين في نادي كنت راح اقاب الناس وبعد كده اولا قلت اتجول كده اه ولقيت في ناس صحاب اه وجران عندي اه فقلنا بقى ان اتجول فيه شوية وكده فزي ما انتم شايفين كده بسين اه واللي انتم شايفينه دوان برضك اه لقيت دي البكية اللي هي اه زي دواليب كل مربع لمفتاح اه للملابس بتاعة كل سباح من الاطفال اللي بيتمرنوا يحط اغراضه فيها كلها. اه وبصراحة المكان ده جميل. وقبل هما نتكلم اه اوصيكوا بقى ما تنسوش اللايك والاشتراك. واتفعلوا الجرس ان شاء الله. واللي مش مشترك يشترك اه ويدوس على زر الاشتراك عشان يوصلوا كل جديد ان شاء الله. اه زي ما انتم شايفين انا اولا مش هقولوكم دلوقتي الاسم النادي ده ايه? اه خلينا في اخر الفيديو تابعوني. اه وانتم تعرفوا الاسم اه النادي ايه? اه النادي دوا من زمان انا عارفها بس انا ما كانش بصراحة عاملين التجريدات والصيانة اللي فيه والحاجات الجميلة اللي فيه دلوقتي عن الآن زمان. اه فانا بصراحة زهلت اول ما لديته من جوة اه الاهتمام ازاي والصيانة والحاجات دي كده. فاللي عجبني كمان التجمعات هناك ان الامهات لها مكان تقعد فيه وتبقى شايفة عيالها وهم اه المدرب بيعلمهم السباحة. وغير بقى العلاقات العامة انت بتعمليها مسلا اصحاب ليك بتعملوا قاعدة. وممكن تعودي فيه اه طول اليوم اه مسلا تجيب واجبة معاك من البيت او اكل الاولاد وتقضي اليوم كله بتبقى برضو الجامل لاني برضو كومش سباحة بس ده فيه حاجات تانية. اه بعد ما خلاصنا بقى السباحة وكده قولنا بقى ايه? انا ننزل هو سباحة المكان بتاعه عالي شوية كم درجة عن باية النادي. اه في احد الوقتي شايفين ان برضوك حتى بره بره السباحة شوية في برضوك مكانية دواليب دي. فقلنا بقى نروح ننتجول بقى نشوف اه نادي في ايه? اه برضو كنت نظافة هناك جميلة جدا. فقلنا نروح نشوف النادي المكان. اه السباحة التانية عشان هو فيه اتنين مسبح. فطبعا زي ما انتم شايفين كده احنا بصور لكم الاماكن اللي فيه الكافيتريات وفيه مكان الكافيهات. اه هناك. فاحنا دلوقتي اه طالعين او هنطلع على المسبح التاني. طبعا عبد الرحمن عشان اه ابني اه هيشور لي دلوقتي ويقول لي يلا. على اساس ان هو كان صاحبتي وعيالها كانوا جايين للنادي. فهو خليته ويتفرج معه فعشان كده عارف المكان. ده قريب من الباب بتاع النادي. باب النادي ده قريب منه اول مسبح. ده اللي انا طلعه. زي ما انتم شايفين كده لكل مكان لعبة. اه ليه جزء خاص به. ده النادي ده بس انا بصراحة التاني المسبح الاولاني كان كويس. لاني كان فيه مكان للاغراض بتاعت كل واحد. ده انا اكيد فيه مكان للاغراض بتاع بس انا بصراحة ما كانش باين قدامي. وبرضو كشافة كل مدرب بصراحة يعني كفاية ان انت عينك على عيلك والمدرس المدرب بيتعامل معه ازاي. ومهتمي بازاي. وكمان حاجة اللي حصتها في المسبح الاولاني. ان لو انت حسيتي ان ابنك غير المدرب المدرب مش مهتمي به مسلا مع اولاد تانية من ضمن الفرق اللي معها. بتروح الجيب المدرب تقوله مسلا عايزة ايه من المدرب للمدرب التاني او اغير المعاد. ده بيبقى فيه سلاسة وارتيحية في التعامل مع المدربين والرؤساءهم كمان. برضو فيه مكان يعني نفس المكان بصي اللي يطلع اللي يطلع من المسبح فيه مكان عشان وانت ماشي بيبقى المية اه بتسلط منك وكده. اه فعملين مجرى صغيرة اللي هما المية تصغف فيها. اه عشان برضوك ما يزحلقش او حاجة زي كده. برضوك اهو اه في برضوك كافية في اهو فوق المسبح ده. اسمه قصر الشام. اه برضوك من ضمن الكافات اللي فيه ده ما ادخلوا الكافية من ايوم الجزء ده كده سلم اهو باين عشان يوديك على الجزء اللي فوق هو كافية. ده نقطة احنا نزلنا بقى خلاص خلصنا من المسبح التاني. كنا برضوك نشوف ايه برضوك في الالعاب التانية. فقلنا نشوف اه كرة القدم. فجينا ندخل من البوابة بتاحت ده من الباب ده لقيت فيه صيانة. ليعملوا صيانة وتجديدات. فمنعيني الباب ده. بس ليه باب خلفي من المسبح التاني اللي احنا رحناه. سألت وبعد ده كده او لا ده من من الاتجاه ده. من ورا كده. المسبح. في باب صغير. فخلوا اللي بيروح النادي بيدخلوا منه لغاية لما آآ الباب الرئيسي آآ يخلصوا الصيانة اللي بيعملوها. والتجديدات. بس أنا اتفجيتي بصراحة انا بحسبه ان قلت ده كرة وهنروح نشوف بقى شبابه الكلام ده. فلقيت الجزء ده خاص بالكرة القدم الخاصة بالبنات. زي ما انتم شايفين كده اهو دخلت من الباب اللي هو الجانبي الصغير. زي ما انتم شايفين. حتى هتشوفوا الفرق ما بين آآ ملعب الكرة القدم للبنات. والفرق بينه وبين بتاع الشباب. الارض دي متبلطة وآآ مفهوش يعني حتى ينفع لكزا آآ لعبة ممكن طائرة باسكت او حاجة زي كده ان هما ايه? الارض ممهدة. والبنات كلها والمدربين برضو كبنات وفي برضو شباب بيدربوا كده. ده بقى الملعب بتاع الشباب. شوفوا بقى الفرق. يعني الارضية اولا آآ شوفوا عاملنا زي لاني ده مخصص بس لكرة. آآ معمول النجلة الصناعي. وبردوك ده كزا ملعب لاني في الاخر فيه آآ ملعب للأصغر من آآ الشباب دي. يعني الاصغر سنن من الشباب دي. الملعب الكبير ده للشباب الكبيرة واللي واره خالص للأجبال الصغيرة. زي ما انتم شايفين كده. بصراحة شكله حلو. فيه كل الأعمار يعني النجدة فيه للألعاب لكل للأعمار. مش مش مخصص مسلا للصغيرين او الكبار. ده قد خلصنا بقى النادي وكده فبردوك بقولوك يعني العمال هناك بصراحة آآ ميخلين مش ميخلين على جهدهم ميخد. ان هما من النظافة. وان هما بينظفها على طول. وإلا بقى لو يعني يشوفوا حد جاي من آآ من برة بيعود. فعلى طول بيجروا يمسحوا الكراسي يمسحوا الترابيسة اللي انت هتعودي قدامها وكده. زي ما انتم شايفين حتى فينك قاعدة آآ زي آآ كراسي بآ زي زيت قمة كده انت رهت بس فرفرجية دي. آآ فبصراحة بعد ما اللفيت قلت بقى نروح الصراحة فيها انا وعبد الرحمن. وكده. زي ما فيها اماكن على فيها الناس بتقعد للمذاكرة. يعني مسلا لو انا ابن رايحة بدري عن المعادل للمدرب. ممكن قعد ازاكر له. لحد ما يجي المعادل ممكن بعد المعادل بتاع المدرب. حتى هو ابن هو انتنا المفروض رايحة المقابلة وبعدي منها في درس. فقلت اخده معي عشان لحظة اتأخر عليه ما اضمنش ظروفي. فاخدت الكتب بتاعته بتاع الدرس. زي ما انتم شايفين كده برضو. يلا بقى ما تنسوش اللايك والاشتراك. يلا حبابي عشان آآ يوصل لكم كل جديد. لفتني وانا قعدة آآ لفت نظري وانا قعدة المبنى ده. فطبعا اللي هو تحت الكافيتاريا. فانا قلت يا استنى اشوف ايه عاملة ولا حاجة من اللي هما بيعدوا قدامنا ان هما شوف اسألها على المبنى ده. فقالت لي المبنى ده وان قاعدة مناسبات على قاعدة افراح. فبصراحة شاديني انه هو شكل وحلو لاني برضو ما كانش كده زمين. آآ فلقيت يعني النادي شامل كل حاجة. العاب وقاعدة مناسبات. وافراحة. وده هو الباب اللي اللي فيه الصيانة هون. لسه بيعونوا فيه حتى لو تلاقوا في الاخر كده في الستات قاعدة او مداربين قاعدين. فلسه بيعونوا برضو صيانة فيه. وده هو الكافيتاريا وفيه برضو اللي هو لو تلاحظوا فيه شباب باللون الزيتي او الاخدر دول العمال اللي هما بيجيبونا المشارب وحاجات ازاي كده. كده احنا خلصنا والاعدة ومروحين. فمن من جنب الكافيتاريا او المبنى بتاع الافراح ده انه هو باب الخروج. واحنا ماشيين بس اولوك وهنا برضو فيه جزء اللعب الاطفال. آآ واكسسوارات وبيه حاجات كتير برضوك آآ تخص الاطفال والكبار. وبردوك في وسطهم هتلاقوا الباب بتاع القاعة من اول باب الشارع باب آآ آآ باب النادي بيبقى فيه الباب بتاع القاعات اهو. ده على تاس ان هو لو في حد حجز قاعة بدلا ما يتجول في النادي وكله لأ بيطلع ايه على فعال اطول. فاحنا دوقتي خرجين وما تنسوش ما تنسوش. هقول لكم المفاجأة دلوقتي قربنا خلاص من الاسم النادي. احنا دهتي خلاص خرجين بازن الله كده. يلا هتتفاجوا بقى بالاسم بتاع النادي عبد الرحمن اهو في البوابة دي بتاعته حتى عاملة زي بتاع افلام زمان ان هي بيبقى كل نفر ما نفره بيبقى حلزوني كده بيلف معاكي. طبعا احنا الشارع آآ ده ما كانش زمان برضو كده. اهو اسم النادي اسمه الطلبية الرياضي. نادي الطلبية الرياضي. بصراحة آآ حتى الوجهة من بره غيروها. والمكان الشارع ده كمان جميل جدا. ان برضو خلوا فيه كان في زمان عملوا جامع صغير وكلام ده جددوه برضو بقى فيه جامع مشهور جدا فيه. يا رب الفيديو يعجبكم ما تنسوش اللاية كل اشتراك. واشوفكم على خير ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله بركاته.